ونتحول بردار الأخبار إلى العاصمة التركية التي تحتضل محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 زائد 5 حيث أكد عضو اللجنة فرج الصوصاع ترحيب تركيا بجهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وأشار الصوصاع إلى أن اللجنة الليبية ستتوجه إلى موسكو لبحث البلف ذاته يأتي ذلك بينما يستمر الدعم الدولي لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها ومعنا من إسطنبول موفدنا محمد المشهراوي محمد في رسائل سابقة كنت أكدت على جدولة هذا الانسحاب وهي نقطة جديدة وبالغة الأهمية لم يتم التطرق إليها في السابق ما أهمية اجتماع اللجنة 5 زائد 5 في إسطنبول ولاحقا انتقالها إلى موسكو هذا اجتماع مهم جدا تم بناء على طلب اللجنة الليبية وقدمته إلى أنقرة وكذلك يتم برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وبحث خلال أيامه الثلاث تنفيذ الجدول الزمني لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة لجانب من الأراضي الليبية وهي الخطة التي وضعتها لجنة 5 زائد 5 العسكرية الليبية المشتركة في اجتماعها السابق في جينيف يوم الثامن من أكتوبر التشرين الماضي تركيا أعلنت عبر بيان لوزارة دفاعها بأنها ترحب وهي مستعدة لتنفيذ هذه الخطة خطة انسحاب القوات الأجنبية ولكن على ذلك أن يتم بالتزامن مع باقي الدول وبذلك ستتوجه هذه اللجنة الليبية إلى موسكو يوم غد للقاء المسؤولين الروس هناك لبحث الملف ذاته ومن ثم بعدها يمكن لأنقرة أن تعلن موقفا أكثر وضوحا مما أعلنته يوم أمس عبر بيان وزارة الدفاع الكل ينتظر نتائج اجتماع اللجنة في موسكو والذي ربما أيضا يستمر لعدة أيام مباشرة من اسطنبول موفدنا محمد المشهراوي موسيقى موسيقى موسيقى